في التجمع الخامس النهاردة المحكمة حاكمت بالسجن والغرامة لأب باع طفله بالجيزة الموضوع في قصة طويلة جدا ان واحدة خلفت سفاحا من واحد وبعدين تواصلوا مع سمصار سمصار ودهم لسيدة ما بتخلفش سرية فقالوا لها الطفل احنا مش عايزينه وراحوا عرضوا باعوا الطفل لها المتهمة الثانية اللي هي هدعى الفتاح في القضية قرت ان المتهمة اللي هو حضر اليه وهو حارس عقار سابق بصحبات احدى السيدات افادى انها زوجته وبرفقات الطفل رضيع يظهر عليه الاعياء والله احنا بنبيعه لديق حالتنا المالية طيب هو يعني فيه ارقام مختلفة باعوا بعشرين الف باعوا باربعين الف لكن النهاردة المحكمة حكمت بالسجن ثلاث سنين وغرامة امتين الف جنيه هو بقى معهش امتين الف هو المتهمين هي تسيقين بيو